اشتركوا في القناة 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 بتزيد كفاءة اللحمة ان انا استخدمها باضافة بتخلالها من انواع الدهون اللي بيساعدني في عملية التصنيع وبيدي الطعم المرغوب والليونة لنسيج نفسه اللحم الجاموسي بينطبق عليه نفس المواصفات ان انا بحتاج الالياف الغليزة بتاعته وبيحتاج ان انا احيانا بطر ليه بيكونت لما بتزيد جفاف الالياف وخشونتها بحتاج ان انا اطر ليه اللحم الضاني بيمتاز بريحة مميزة ونسبة الدهنة اعلى ونسيج اللحم بيكون لونه احمر داكن وبزيادة عمر الحوان بيزيد دا كانت اللون بيفضل الدهن الضاني دا احيانا في عملية الصناعة لانه بيدي طعم مميز للمنتج بتاعي طعم مختلف حتى اوه اما بالنسبة بقى للماعز بيختلف ان اللحم بيبقى احمر صافي الدهنة عندي في اللحم الماعز بالتحديد بيبقى موجود بس في منطقة البطن ومنطقة الاحشاء وبالتالي بيبقى لحم مميز يعني ولاي الاول ما بيستخدم في الصناعة بعد كده عندي اللحم الجملي ده بقى بيمتاز بان القوان بتاعه جامد والالياف متماسكة بيستخدم في صناعة اللحم المفروم باللي بيستخدر في اعداد الكفتة معروف ان هو دايما اللحم الجملي بالضبط لانه بنحتاج ان نحن نفرمه بيديه منتج مميز جدا دي الالواع اللي بتستخدم في صناعهم لكن الاقصر استخداما في العموم هي اللحم المجمدة طب يا دكتور يعني لو هنتكلم عن العوامل المؤسرة في جودة هذي اللحم ايه اهم هذي العوامل العوامل المؤسرة في جودة هذي اللحم هنقول من قبل ما نتبح الحيوان او الظروف البيئية اللي بيعيش فيها الحيوان نفسها درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة او خفاض درجة الحرارة المعاملة بتاعت الحيوان نفسه درجة الاجهاد اللي بيجهد الحيوان حياته قبل الدبح عملية النقل والتداول للحيوان طبيعة المرعة اللي بيأكله الحيوان نوع الغذاء اللي بيتناول الحيوان بتأثر على جودة اللحم يمكن أكتر عامل مؤثر على جودة اللحم وعملية الدبح وعملية الإدماء نزول الدم بالكامل أكتر عامل بيأثر على جودة اللحم بعد الدبح مباشرة من درجة الحرار بعد الدبح مباشرة بتحصل مجموعة من التفاعلات الحيوية الإنزيمية درجة حرارة الغرفة اللي احنا موجودين فيه درجة حرارة المكان اللي في الدبيحة بعد الدبحة مباشرة لنا بعد ما باتبح لازم اعمل عملية تبريد ليه بتحصل مجموعة نتيجة الاتفاعة درجة الحرارة الحيوان بعد الدبحة مباشرة جسمه بيقى بسخت فبتحصل مجموعة من التفاعلات الانزيمية والنمو الأحياء الدقيقة بيساعد على انه يبوص خصائص لحمة اللي عندي دي فأفضل حاجة اعملها انه مجرد ما اتبح لازم اعمل بعد ما اعمل عملية الادماء ان انا اضمن عملية الادماء حصل نزيف كامل للحمة ان انا اخل اللحمة دي اعمل لحمة على التبريد بتوقف النشاطات دي بقى بتوقف النشاط بتاع الانزيمات ونشاط الاحياء الدقيقة وبتحفظ لي على خصائص جودة اللحمة اللي انا بستخدمها دي طب لو هنتكلم دلوقتي على موضوع يعني التناول اللحوم طبعا ساعات بيبقى فيه بعض المشاكل اللي بتنتج عن الافراض في تناول هذه اللحوم ايه اهم هذه المشكلات اهم المشاكل اللي بتقابلني نتيجة الافراض في تناول اللحوم امراض تصلب الشرايين وامراض القلب زي ما احنا قلنا ان اللحمة دي لو نسبة الديهن فيها عالية يبقى في المقابل هيحصل ان انا عندي احماض دهنية مشبعة وكوليسترول بالنسبة عالية بتأثر بالامراض دي نمر اتنين امراض الامراض النقرص اهم الامراض اللي بتوجه نتيجة الافراض في تناول اللحوم بيأثر على المفاصل بيأثر على الرجلين حركة بتبقى صعبة برضو من أهم الأمراض بس دي بتواجهنا بقى في حالة الإفراد في تناول لحوم المصنعة إن اللحوم المصنعة بيتضاف لها حاجة اسمها أملاح النترات والنيتريت بتضاف بغرض هام جدا هو حفظ اللحم من الفساد الميكروبي والحفاظ على لون المنتج بس الإفراد في إضافة المادة دي والإفراد في تناول لحوم المصنعة لها تأثير لتكوين مركبات اسمها النيتلوز أمين مسببة لحدوث السرطان بالإضافة إن برضو إضافة عملية التسويق لللحم نفسها بقى بتضيف لي مركبات زي عملية الشاوية مثلا عملية الشاوية بتأكب لي مركبات حلقية الدكاربونية المركبات الحلقية دي لها تأثير برضو مسبب للسرطان فربنا قال كلوا واشربوا ولا تسلفوا الاستهلاك لمنتجات اللحوم عموما أو اللحوم الطازجة بصفة عامة المفروض إنه هيكون بقدر بالمقنن اليومي اللي حطى لهيئات والمنظمات إن أنا لازم أتناول مقدار محدد من اللحوم يوميا يوفر للبروتين اللازم للأداء البناء الخلايا عندي وتعويض الخلايا اللي بتحصل وفي نفس الوقت ما يسبب ليش ضرر على الجانب الآخر ده حتى يمكن يا دكتور الوقت يبقى فيه اتجاه عالمي لموضوع الناس اللي هما يعني بيتجوا للنظام النباتي من كتر الإفراط طبعا يعني في بعض الدول طبعا معروف زي الولايات المتحدة أو أوروبا بفيه استهلاك عالي جدا لللحوم خصوصا المصنعات ده يعني قدل عواقب كبيرة جدا ويمكن نتائج كارثية منع اللحوم غلط والإفراط في تناول اللحوم غلط لأن زي ما احنا قلنا تناول اللحوم ليه أهمية غذائية وحيوية ومنع اللحوم هيؤثر بالضرورة على الحاجات دي يعني يقول لأما ربنا حبي يعني يعني زي ما قلوه عقب بني إسلام في القرآن قال منع عنهم اللحوم والقلباء يعني وده دليل إن دي فيها قيمة عالي جدا هو تأزو بمنعها يعني دي أكيد لا شك في ذلك بالعودة لموضوع عملات التصنيع إيه أهم الخامات اللي هي بتخش في عملية تصنيع اللحوم عملية تصنيع اللحوم هي أهم الخامات اللي بتقف فيها طبعا اللحمة نفسها أنا عندي إما بستخدم اللحوم المجمدة إما اللحوم البلدية ولكن المنصفات القياسية المصلية بتنص على إن عملية تصنيع اللحوم تتم عن طريق استخدام اللحوم مجمدة ما تدخلش فيها اللحوم البلدية في حالة وجود منتجات مصنعة من اللحوم البلدية فده بيكون نتيجة إن دي الأجزاء لوحدة الباقة والجزار ما بيقدرش يباعها المستهلك ما قبلش عليها نسبة الدهن فيها عالية حيوان كبير في السن ما عرفش يفوزها له فبيبدأ يتجه إنه يصنعها على نتاق صغير في المحل ويباعها لكن الأساس في التصنيع في المصانع هو اللحوم المجمدة اللحوم المجمدة اللي أنا بستخدمها أي منتج عندي غزائي عشان أحصل على منتج عالي الجودة فبالضرورة إن المواد الخامل اللي تكون دخلة فيه تكون عالية الجودة كلما انخفضت الخصائص الجودة للمواد الخامل اللي دخلة عندي في الصناعة بالضرورة بلا شك هينتج عندي منتج سيئة في خصائص الجودة بتاعته ومدى استقبال المستهلك ليه يكون ضعيف اللحم اللي أنا بستخدمها في الصناعة زي ما قلنا اللحمة مجمدة اللحمة المجمدة دي لازم يكون لونها كويس زاهي مش لونها مكتوم ما فيهاش حروق تجميد نحن نقول حروق تجميد دي نتيجة استخدام درجات حرارة وغلط بتكون عندي بقعة داكنة في اللحمة مرفوضة ده نتيجة التجميد يا دكتور نتيجة التجميد نفسه نمرة اتنين ما يكونش قوامها لازج أو سايب أو مهرية نتيجة نشاط أحياء دقيقة مثلا وده بيبان برضو في قوام اللحمة اللي عندي اللي أنا بستخدمها ريحتها مرغوبة الشكل العام مقبول ما استخدمش لحمة شكلها مش حلو لان ده هتأثر بالضرورة عندي يا الموتكتين نمرة اتنين من الحاجات اللي بتضاف لللحمة بروتين بروتين اللحم نفسه أو بروتين مضاف البروتين اللحم نفسه ليه دور هم جدا في مسك المية نسميها خاصية الوطن إننا المنتج بتاعي ده لو تعرض لأي ضغط أو عملية عملية تسيح أو طه يفقد جزء كبير من مركبات المادة الغذائية بتاعتي فقط دور يعني حاجة مهمة في المادة الغذائية بتاعتي البروتين ده ليه دور في عملية استحلاف في تصنيع السجوء أو اللانشون بيدخل في تكوين القوام بتاع المنتج بتاعي المية بنضيف مية في منتجات اللحمة المية دي لازم تكون نظيفة المية دي الغرض منها إيه؟ بتدي استساغل طعم المنتج لو المنتج في بقي جاف أو ناشف ما بحسش بتعم المنتج بتدي طراوة بتدي بتدواب للبروتين فأستفيد منه المية دي بتصف في صورة مجمدة في صناعة السجوء أو اللانشون عشان تكويني القوام المرغوب اللي هو القوام المتماسك بتاع السجوء المية دي بتحسسني بتعم اللحمة لو ما فيش مية في البقي لو ما فيش عصيرية أو تراوة ما بحسش بتعم اللحمة في بقي الدهون بتضاف زي ما قولنا قبل كده إحنا بنضيف الدهون الحيوانية أو بغرض تحسين القوام بغرض تحسين الرحة بغرض تحسين اللون بغرض إعطاء قيمة غزائية للمنتج بتاعي فبنضيفها إما في صورة دهنا حيواني زي قولنا دهن البقري أو الدهن الضاني بنضيف دي في حالة بنضيف مواد ملأ أو مواد رابطة المواد الملأ أو المواد الرابطة بتحسن القوام بتحسن القدلة على مسك المية بتحسن خصائص الطاهية لما جانت أسوي المنتج بتاعي محصلوش انكماش ما بتزودش المية المفقودة أثناء عملية التسوية المواد الملأ أو الرابطة دي بتنقسم إلى مواد رابطة ودي غالباً بتبقى مواد بروتينية زي قفول السوية اللبن الفرز الغرض الأساسي إن أنا حاس نقودها على رابط المية وإن أنا أدعى طعم جيد للمنتج بالحديث يا دكتور عن موضوع المصنعات لو احنا نتكلم بقى عن مصنعات اللحوم إيه يعني إيه المصنعات وإزاي بقى بيتم عملها وإيه يعني المعايير القيسالية مصنعات اللحوم هي تغيير خصائص اللحم الطازب لصورة أخرى قد تكون بالفارم أو المعالجة أو الاستحلاب وإضافة مواد أخرى ملأة، مواد طعم، نكهة، مكسبات بتديني منتج آخر المنتجات اللحوم المصنعات بتختلف إما بينها باختلاف نوع اللحم المستخدم هي اللحم الحيوانية ولا اللحم دواجد باختلاف طريقة التصنيع، تقطيع ولا فارم ولا استحلاب ولا معالجة باختلاف طبيعة المواد المضافة مواد ربطة ولا مواد ملأة ولا مواد تزود القوام ومحسن القوام زي بنقول باختلاف طريقة التشكيل بعد التصنيع باختلاف طريقة التقديم أو البيع للمستهلك هل هي بيبيع نص مجمد ولا مجمد ولا في صورة نصف مطهية ولا صورة مدخنة بس المبدأ الأساسي لتصنيع منتجات اللحم عندنا نقسمها طبعا للتصنيع إما من اللحم مفرومة أو اللحم غير مفرومة اللحم المفرومة زي اللانشون والهامبورجر والفرانكفورتر والسجوء والمورتادلة اللحم الغير مفرومة زي البستر ده الكاتجوري الأساسي اللي بنقسم عليه اللحم طبعا عملية التصنيع بقى بتتم إزاي؟ عملية التصنيع بتختلف باختلاف المنتج اللي أنا بنتجه يعني أنا لو عندي نحن نكلم أذكر عن الأنواع يعني إيه الأنواع اللي موجودة عندنا بالنسبة للمصناعة اللي عننا أنواع الموجودة الموجودة للصناعة الأبرز البرجر والكوفتة والسجوء البرجر بتبقى بتتم عملية الأول فارم خشن زي ما نقول لأن قوم البرجر مطلوب أنه هيكون فيه نوع من نوع التفنس أو الخشونة شوية في القوام فأنا بفروم اللحمة فارما واحدة بضف لها بروتين سويا مسترجع بيتباع عند المحلات العادية جدا ممكن أي ست بتلاقيه بنعمل وزن سويا لحجم مياه بمعنى أنا بحط 100 جرام مثلا سويا لـ 100 ملي مياه وبعدين أفروم أفارما واحدة برضو عشان يفضل القوام عندي خشن بعد كده بفروم الدهن وبعدين أعمل عملية خلط وضيف بقية المكونات عندي ملح، توابل، طماطم، بيض لبن بودلة زي ما قلنا لو ضفنا أو لو ضفنا سويا ما بنضفش اللبن البودرة أي مكون مكونات التانية بعد ما بنعمل عملية الخلط بنعمل عملية تجنيس يدوي أو عملية بنوزن بقى الوزنات بتاعتي لصورة مثلا 50 جرام وأبدأ أشكلها في صورة أقراص الأقراص دي وزنها 50 جرام زي قلنا بنحافظ أن السمك بتاعي يكون سمك معقول عشان يسمح لي أن في حالة التسوية التسوية توصل لوسط القرص لأن أنا بطهي مجمد وبعد كده بنتمي يعطي البرجر بيكون مجمد كل منتجات اللحوم بتمي طهيها مجمدة كل منتجات اللحوم لازم تطهيها مجمدة ما فيش منتج أسياحه بعدين أسويه حتى ست البيت في حالة اللحمة المجمدة لازم يعني يفضل أنها تطيئة مجمدة لأن بتحصل على أحسن خصائص جودة للمنتج بتاعي وبعد كده بتعبق في أطباق وتقف بين الفوم وتغطى بأكاس من بوليس السيلين وتأخذها على درجة حال ناقص 18 لمدة لا تتجاوز الثلاث شهور في مصنعات اللحوم كلها على الإطلاق المجمدة فاطلة الصلاحية لا تتجاوز الثلاث شهور أما في حالة منتج زي اللانشو مثلا في حالة التقطيع مدة الصلاحية لا تتجاوز الأسبوع في التبريد في التلاجة في التلاجة لكن بالنسبة للمنتجات المجمدة لازم تحفظ في التجميد منتج تاني زي الكفتة بعمل نفس الإجراءات بس ما بضفلوش بقى الكفتة ما بندفلهاش لا بندفلها الصوية بس ممكن مثلا ندفلها بطاطس ممكن ندفلها طماطم ممكن ندفلها لية ضاني بنحسن الطعم وممكن ندفلها خضرة أو رز مواد ربطة احنا لو ضفنا بطاطس يضفنا رز يعني يضفنا رز أو بطاطس أو لبن بودلة ممكن نضيف لبن بودلة وبقسمات ممكن نضيف فسوية ولبن بودلة وبقسمات كل الغرض من الإضافات دي إن احنا نحسن القوام والطعم بعد كده عندي السجوء السجوء بقى بيختلف في حاجة إن أنا أثناء تصنيع السجوء بضيف ده وبضيف لبن بودرة وبضيف مية المية دي بتضف في صورة تلك بنعمل عملية فارم ناعم بنضيف السوية للسجوء مش في صورة بورتين سوية مسترجع بنضيف في صورة دي سوية عشان تديني القوام الناعم الكريمي المرغوب بنعمل عملية استحلاف في وجود التلك وبنعبي في حاجة اسمها بنسميها الهنك أو الأمعاء الحيوانات المجففة دي بنجيبها بتبقى مجففة أو مملحة بنعملها عملية ناعمة في المايا بنبدأ نعبيها عن طريق مدفع بنسميه مدفع السجوء بيتحط زي مكنة البسكوت اللي كانت موجودة في بيوتنا زمان دي بيتعبى بيها السجوء وبيتصبعه وبيتحط في الفريزة ده المنتج المختلف يعني السجوء المختلف عنه المنباربة بيحتاج رز ده بقى ممكن وكل المنتجات دي ممكن ربة المنزل تعملها في البيت مش لازم نضيف الإضافات الكيموية يعني فيه إضافات كيموية زي قلنا بتضاف زي أملاح النطرات اللي احنا قلنا إن هي إليها تأثير على منع نمو الأحياء الدقيقة بتدي لون مرغوب للمستهلك وفي نفس الوقت بتحفزلي على خصائص جودة البورجر البورجر أو السجوء أو اللانجود إنه ما يحصلهش تأكسد أو تغير في اللون وده مرغوب لكن الإفراد فيها بيسبب مشكلة الفوسفات بيتم إضافاتها عن نطق الصناعي مش لازم نضيفها على نطق التجاري النطق المنزلي يعني ممكن ربة البيت تستغنى عنها بس كل دي إضافات بالهدف منها تحسين المنتج ونحافظ على فطلة صلاحياته نزودها في السوق في المنزل ربة المنزل بتعد المنتجات دي بتعملها على غرض الاستهلاك السريع يعني بتعمل كميات أوليلة بتستهلكها بسرعة مش شالت إنها تخزينها يعني فما بتحتاجش إنها تضيف مواد حافظة كتير يعني ضفة التوابع والملح واللمون والحاجات دي بتساعد إنها تحافظ دي على المنتج بخصائص جودة جيدة ده هو الغرض نفسه إنه بقى سيدة البيت عايزة تعمله في البيت عشان ما تضيفش بقى ولا مكسبات تعملون بتنقسم إلى شقين إما معامير معايير جودة معملية أو معايير جودة للمستهلك معايير جودة المعملية دي اللي هنا وانا وقف في المعمل أقدر أعملها معايير كيميائية معايير طبيعية معايير ماكروبيجية المعايير كيميائية بتتمثل في نسبة البروتين نسبة الدهن نسبة الرطوبة نسبة الرماط نسبة المواد الملأة المضافة نسبة النطرات والملح والدهن اللي موجود في المنتج بتاعي دي اللي وقف في المعمل بيقدرها معايير جوضة طبيعية متمثلة في حاجة بنسميها قدلة على مسك المياه الهلوطرلين كماستي أو البلاستستي الخاصيتين دول بيقلولنا إذا كان المنتج ده اللحمة اللي مستخدمة فيه جيدة ولا مش جيدة المواد الرابطة والمواد الملقة اللي محتوطة كويسة ولا سيئة كل ما بتزيد الخصائص دي كل ما بتقل القدل الانكماش وبتزيد قدلة اللحمة على أنها تحتفظ بالمياه وبالتالي بتحسن المنتج بتاعي معايير جوضة مايكروبيلجية زي ما قلنا إحنا لو استخدمنا مواد عالية الجوضة هتبقى انخفاض الحملة الميكروبي يديني منتج عالي بمضة صالحياته طويلة لكن معايير الجوضة الحسية دي بقى اللي بيقوم بها المستهلك دي بقى أي مستهلك شاف المنتج بعنيه يقدر يميزه إذا كان ده منتج جيد أو منتج سيئ إيه المعايير الجوضة الحسية دي اللون الريحة القوام الطعم اللون أنا قدر أميزه بالعين إذا أنا شايف أنه فيه تبقعات فيه لون غير مرغوب اللون مش متجانس نتيجة الأكسادة اللي بتحصل للدهون أو أكسادة اللي بتحصل للمراكبة بتاعتي الإفراط في استخدام النطرات ونتريت بيدي لون وردي صريح أكتر من اللي يزم بيخلي المستهلك يقدر يميز أنه فيه حاجة مش مظبوطة في المنتج بتاعي ده في الحالة دي المستهلك بيرفض المنتج نتيجة تغير اللون نمرة اتنين تغير الريح إما نتيجة تزنخ الدهون زي ما قلنا إحنا بنضيف دهون لو حصل لها تزنخ الريح تبقى غير مقبولة بالنسبة المستهلك ده بسبب مشاكل في الحفظ يا دكتور أكيد منتجة صلاحية قصيرة المنتج بتاعي واضح أنه منتج غير صالح للاستهلك ريحة حمضية نتيجة أنا أضفتك أربعية دلقات حصل لها تحول لحمض لاكتيك بطري حمض لاكتيك مطلوبة جدا في بعض المنتجات لكن في المنتج بتاعي دي مش مطلوبة بنسبة عالية وجودها بيقدي جود رحة مضيها المستهلك بيرفضها وجود رحة تعفونا نتيجة أن نتيجة نشاطنا ما هو أحياء دقيقة حصل تكسير للبروتينات ديتني رحة تعفونا دي بترفض رفضا مطلق للمنتج بكل الأشكال نيجي بقى الطعم القوام أنا ممسك المنتج بتاع المنتج المفروغ ما أقدرش أميز فيه لكن المنتج زي اللانشون مثلا أو زي المرتدر الحاجة دي أقدر أميز القوام بتاع المنتج بتاعي نيجي بقى للمنتج الطعم طبعا الطعم بيمكن تمييزه بسهولة جدا المنجلد من المستهلك بيرفو الطعم المنتج خلاص المنتج ده انتهت يعني اتحكم عليه بالإعدام اتحكم عليه أن رفض مستهلك واحد هيقول الجملة دي المنتج ده غير مقبول حتى كان لسه قريب فيه زي يعني مؤتمر لتوسيق الأغزاء والطعوم بتاعتنا فطبعا الطعم مهم والمستهلك هو اللي بيحكم بيه دكتور مروى احنا بشكرك شكرا جزيلا شرفتني في هذا اللقاء يعني دكتورة مروى فاروق باحث بقسم تكنولوجيا اللحوم والأسماك شكرا لك يا دكتورة ربا نخليك شكرا جزيلا وأشكر قناة مصل الزراعية لأنها تحت الفرصة أن احنا نعرف ده للمشاهدين ورمضان كريم يا جبا كل سواء الطيبين أعزاء المشاهدين دكتورة مروى يعني قدمت لنا إيه رشدة متكاملة كده للحوم تصنعها والمصنعات وما إزاي بيتم عملة اختيار اللحوم يمكن اللقاء يعني بتاعنا الوقت يخلص لكن احنا مكملين معاكم إن شاء الله حلقات رمضان وكل ما له علاقة بالغذاء تابعونا في الحقات القادمة من مراكز وابحاث طبتم بخير